أكد السيد عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لوضع سياسات حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مملكة البحرين من الدول التي ساهمت بإنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر نوفمبر عام 2004 واستضافت المملكة مقر سكرتارية المجموعة ووفرت الدعم المالي والميزانية التشغيلية خلال السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها وذلك إيمانا من حكومة مملكة البحرين بدورها الريادي والرئيسي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولمواكبة الجهود الدولية في هذا المجال وأشار في تصريح له تعقيبا على تقرير نشرته قناة الجزيرة القطرية استنادا إلى تقرير مؤشر بازل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن المنهجية المتبعة في إعداد تقرير مؤشر بازل غير معتمدة على المستوى الدولي لكونها تعتمد على التقييم المكتبي مشيرا إلى أن إجراءات حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين قد خضعت إلى تقييم من قبل صندوق النقد الدولي عام 2005 وبناء على التوصيات التي تضمنها التقرير فقد قامت حكومة مملكة البحرين بتطوير كافة التشريعات والممارسات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثمرت تلك الجهود والمبادرات إلى قيام الاجتماع العام لمجموعة العمل الذي عقد عام 2012 بمباركة تلك الجهود والإشادة بها والموافقة على طلب مملكة البحرين بالخروج من مرحلة المتابعة العادية إلى مرحلة التحديث وهو مركز متقدم على المستوى الإقليمي والعالمي يعكس مدى الالتزام الكبير من قبل حكومة المملكة بإجراءات حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواكبة تشريعاتها وإجراءاتها للتوصيات المعتمدة في هذا المجال والجدير بالذكر أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول التي تتمكن من الحصول على هذا التقدير المتميز على المستوى الإقليمي والدولي